لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد موسيقى اذا يعني يعني اذا كان اؤكد لرئيس الجمهورية انهم من دون قطيع مع نظام بوتفريقة ستجد نفسك في نفس الحال الجزائريون عندما خرجوا الى الشارع انكسر حاجز معين كان من قبل يخافون ويهبون من الشارع بسبب العشرية الدموية التي عاشتها الجزائر في التسعينات وما رأوه من بلاء ومحن وإحن ولكن بعد ذلك انكسر هذا الحاجز اذا كان الان تشوفوا في الناس اللي مازالوا يطالبوا بالحراك حقيقة هناك الذين لديهم اجندات اجندات معينة خدمة لأطراف كثير هؤلاء الذين اندسوا في الحراك وضروا به وهناك ايضا من يؤمن بانه لم يحدث اي تغير في الجزائر وهؤلاء اذا وفرت لهم رئاسة الجمهورية ووفر لهم العهد الجديد الاسباب التي تطرق قناعتهم تمر الى عقول الجزائريين في ظل هذا العالم المفتوح فسينجحون وسيعيدون الشعب الجزائري الى الشارع مجددا واذا عاد الجزائريون الى الشارع الله لن يدخلوا الا بعد سقة النظام ولن يثقوا ابدا في اي شيء اذا يجب ان تكون هناك القطيعة النظام الجزائري للأسف الشديد لهذه اللحظة يقوم باشياء تدل على انه كأنه يمارس نعم كأنه يمارس عهدى خامسة لبوتفريقة وليست جمهورية جديدة هذه هو الحقيقة للأسف الشديد نحن دافعنا على المسار على المسار لأنه كنا بين خيارين اما هذا المسار او انفلات الوضع ففضلنا هذا المسار حتى نحافظ على استقرار الجزائر ولكن في نفس الوقت ما يجب ان نسكت على هذه الاخطاء التي تحدث هذه الممارسات التي تحدث والتي تجري هذا نوع من الاستفزاز كنا نرى بان هناك محيط الرئيس من يستفز الجزائريين ترى من اراد استفزازه مرة اخرى بمثل هذه الوجوه التي هي بتفليقية حتى النخاء الجزائريون الآن عندما يشاهدون المحاكمات ويسمعون هذه الاخبار كوني نافوا غيروا 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 طليبة جماعك يسمعون هذه الاخبار عن المليارات التي نهي بده صار لديهم مطلب واحد هو ضرورة محاسبة بتفليق نفسه والمنظومة وكل من كانوا معه لأنهم كانوا شهود على الفساد ولم يتخذوا أي مواقف ضد هؤلاء المفسدين وأنت الآن بدل أنك تعمل في هذا الإطار تجيب عبد العزيز بالخادم ربما تستشيره في شيء ربما توحشته وتوحشك ربما تريد تحذر فيه إلى منصب المال السيد الرئيس إن مثل هذه الأمور هي استفزازية وتساعد خصومك وأنت تهدي في هدايا مجانية إلى من يتربسون بك شخصيا قبل أن يتربسوا بالمسار الذي دافع عليه القيد صالح رحمة الله عليه إلى آخر عيام حقيقة لا نتكلم عن الدستور الدستور جيد فيه إيجابية كثيرة وفيه سلبيات ولكن الطريقة البتفليقية في معالجة الدستور الطريقة البتفليقية في التعامل مع الأشخاص والمسؤولين الطريقة البتفليقية في معاملة الشعب الجزائري للأسف الشديد هذه ما زالت موجودة وما زالت تترسخ وما زالت رئاسة الجمهورية تقدم بنفسها ما يؤكد هذه الفرضية الموجودة في عقول نسبة شاسعة من الجزائريين نسبة واسعة من أبناء الشعب الجزائري إذن قطيعة مع بوتفليقة يجب أن تكون عبر المؤسسات يجب المؤسسات التي تركها بوتفليقة وخدم بها بوتفليقة يجب أن تحل الأشخاص الذين ماضيهم كلهم بوتفليقي يجب أن يعودوا إلى بيتهم ما عندهم قضايا فساد لم تريد أسماهم في قضايا أرجع إلى البيت كذا كنت في سنة تقاعد خذ تقاعد بتاعك وانسى هذه المناصب ولكن تروح جيب لي عبد العزيز بالخادم 75 سنة وتستشيروا كذا 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 فهذا هو الاستفزاز الحقيقي من أشار على رئيس الجمهورية بهذه الخطوة فهو يريد أن يجعله في مواجهة مع الشارع الجزائري مجددا أنا لا أتكلم عن هؤلاء الذين يواجهونه إلى حد الآن لأنني أدرك تماما أن الخلفيات الإيديولوجية والخلفيات السياسوية والخلفيات والأجندات أو الأجندات التي تقف عندهم ولكن أيضا فيه نسبة من الجزائريين ما زالت تقاوم هذا المسار بالنسبة إلى قناعات معينة غلطهم الكثير من الجزائريين أيضا قالوا نعطي فرصة الجزائري متسامح ويفتح صدره المهم أن لا يقع في الفتن والمحن ولكن للأسف الشديد يبدو أن هؤلاء الذين أعطوا فرصة للدولة وأيدوا مسار المؤسسة العسكرية في عهد القايد صالح يبدو أنهم سيلتحقون تباعا بالمطالبة أيضا بالتغيير الحقيقي وليس التغيير هذا المزركش ببعض الممارسات التي تجعله يظهر للجزائريين أنه تغيير شكلي فقط وليس تغيير حقيقي وهو ما يتنافى مع الوعود والعهود التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون بل مختصر المفيد من غير القطيع الفعلية والعملية مع نظام بوتفليقة من حيث المؤسسات من حيث الأشخاص من حيث طبيعة النظام سيجد النظام الجزائري نفسه مجددا في مواجهة الشارع الجزائري والأيام بيننا سجال أتمنى أن هذه الرسالة تصل إلى رئاسة الجمهورية فهي ليست رسالة من واحد يتطلع إلى أمر ما سوى أن يرى الجزائري بخير وهذه الأفعال لا أعتقد أنها ستصنع الخير أو أنها على طريق الخير أو أنها ستؤدي إلى خير نقول ذلك ليس تشاؤما فطبعنا التفاؤل وليس تحاملا فطبعنا التسامح ولكن الحية الحقيقة المرة التي يجب أن ننظر إليها ونتفاداها بكل ما أوتينا من قوة من غير القطيع الفعلية والعملية وليست القولية والشعارتية فإننا سنجد أنفسنا في مرحلة أخرى قد تكون أسوأ لا قدر الله وأتمنى وأتمنى أن يكون هذا الكلام خير صحيح وأن تغسيل الجزائر إلى شاطئ الأمان ويظهر كل كلامي غلط في غلط لأنه هدفي هو أن تكون الجزائر في أحسن أو على أحسن ما يرام وليس كما يراد لها من قبل خففي شفلاء شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم مرة أخرى في مداخلة أخرى بإذن الله تعالى إلى ذلك ملحي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله